احبابنا في كل مكان اينما كنتم تحية طيبة عطرة سوق المبدعين من داخل المحة الثقافي الفرنسي كاميرا صباحات سودانية اخذت جولة في المكان واخذنا بعض الافادات من زوار البازار بما فيهم سعادة سفيرة فرنسا بالسودان متابعة طيبة اتمنها لكم السلام عليكم انا سفيرة فرنسا لدى السودان اسمي امانويل بلاتمان انا سعيدة جدا جدا باستقبالكم هنا في المحة الثقافية الفرنسية للسوق المبدعين مبدعين الاول في سودان هو بدأ الان ولدينا 30 مشارك معظمهم من النساء وايضا من الرجال وجميعهم سودانيون هم يعرضون اعمالهم وانا متحمسة جدا وبدأت بالفعل بشراء المنتجات وايضا زوجي لذا نحن سعداء جدا بعمل هذا فهي فرصة جميلة لترويج السفافة السودانية وعمل المبدعين وهذا شي نحن ملتزمون به جدا في السفارة الفرنسية بالسودان بالطبع كل الفنانين هنا مبدعين جيدين وما يسير الاهتمام أن وحيهم ياتي من السغافة السودانية وجزورها وتاريخها ويمكنك رؤية جميع عن نمازج مصنوعة من مواد محلية والعودة للتصاميم الغديمة العتيقة ولكنها مصنوعة بطريقة حديثة في نفس الوقت وهذا ما يجعلها مسيرة للاهتمام ترى معالجة هؤلاء المصممين من تقاليدهم الغديمة يحاولون خلق شيء جديد بالطبع ذهبت إلى سوق أم درمان حدة مرات وهنا دائما ما أحاول شراء الهدايا من هنا حتى أهدها لأصدقائي وعائلتي أعتقد أنه يوجد الكثير من المواهب والإمكانات هنا لذا يمكن الحصول على الكثير من الأشياء المصنوعة يدويا وأعتقد أن هذه الإمكانات يجب العمل عليها أنا نازك حسن بشير سراج مشهورة بي نازك سراج مهندسة معمارية وإنتيلير ديزاينر لكن أنا هنا فاشن ديزاينر السلوغان بتاعيس مميدين قبله أي حاج عندي مصنوعة في السودان أقمشتي الملونة المأقمشة للتانية البيض الدمورية الدمورية هي قماش زمان من استعمل للتنجيل معاليش من الوصف من استعمل للمساجين والحاجة دي إحنا طورناه حدثناها عملناها فانتازيا ضيفناها أكسسوريز ضيفنا كمية من الحاجات لها بقيناها حاجة حلوة عملنا منا تونيك عملنا حاجات حلوة بالبنطلون اليومين دي الهدوم دي قد شوية محرجة عايزين شنو نلبس الناس حاجات تضيف للبنطلون العايز نفسي يلبس بنطلون يلبس بنطلونه عملنا سكرتات عملنا جلاليل فميدين قبلوا يعني أفادتنا جدا جدا وعملت شغل جميل وخلت الدمورية يكون عندها رونق أنا فابريس مونجيرا أنا مدير المهد الفرنسي في الخرطوم فقد وصلت مؤخرا منذ سلاسة أسابيع وأنا مستمتع جدا بالمكان وسعي جدا بوجودي هنا واكتشاف ثقافتكم المهد الفرنسي هو مركز ثقافي ولدينا حصص لتدريس اللغة الإنجليزية وأيضا حصص للغة العربية للفرنسيين وننظم العديد من النشاطات من ناحية الكتب سنشارك في معرض الكتاب وسيكون في شهر أكتوبر وأيضا سننظم ملتقى أدبي للكتاب السودانيون وسيكون في يوم 24 أكتوبر وأيضا لدينا العديد من عروض السينما خلال الشهر وسنركز خاصة على السودانيين مشاهير كتاب الأفلام وسنركز على كتاب شهير بتكريمه في ذكرى وفاته العاشرة فهو لديه كتاب مشهور فيكتور هيوغو ولكن تم تهيئته على الروح السودانية أيضا سنقوم بتنظيم العديد من المناظرات ولدينا أيضا مؤتمر كبير قادم وأيضا سنشارك في مهرجان الموسيقى مهرجان السماء وسيكون لدينا فيلم فهو فيلم عن الموسيقى وأيضا لدينا عرض سينمائي كل خميز على هذا السطح الجميل وأيضا لدينا نشاطات اجتماعية للطلاب مثل دورة كرة القدم ونحن لا نتوقف أبدا شكرا السلام عليكم أنا أهلا أحمد عبود مصاممة لتشيرتات مشاركة هنا في المهد الاستقافي الفرنسي تزاينات على حسب الطلب أو تصميم الخاص اسمي هو باسكال هانس وأنا سعيد بوجودي في الخرطوم فأنا هنا منذ حوالي شهر تقريبا أخذت منصبي في السفارة الفرنسية كرئيس قسم التعاون والعمل الثقافي لذا حقيقة هذه أول مناسبة ثقافية كبيرة بالنسبة لي هنا في الخرطوم سعيد برؤية العديد من الناس والمصممين الشباب وهم يقدمون إبداعهم الجديد وهذا جزء من استراتيجيتنا فنحن نتجي في السودان بمساعدة المحترفين الشباب بتطوير مهاراتهم والدخول على الأسواق وتطوير نشاطهم ونأمل أن تكون هذه النوعية من الأرضيات هو بداية جيدة لهم ليجدوا فرص جديدة وهذا واحد من أعظم طموحاتنا هنا في السودان وهو محاولة مساعدة الشباب على التقدم أنا استخدت وأنا منسقة البرنامج السقافية ونحن اليوم ننظم هذا اللقاء مع المصممين وهو يوم لترويج عمل المصممين في السودان في عديد من المجالات الإكسسوارات الأضعيمة والملابس وهي مبادرة لترويج الإبداع هنا في السودان لأن السودان فيه الكثير من المبدعين والإمكانات لذا هم يريدون أن يعرضوا أعمالهم لذا اليوم هو فرصة جيدة ليلتغوا معا نحن رادون جدا فكما قلت لك هو لقاء لطيف حيث يمكن أن نغابل بعضنا ونشتري الأشياء ونشاركها ويتعرف المصممون على بعضهم وبالنسبة لنا هذه مناسبة جيدة هذه السنة مع المدير الجديد والفريق الجديد بالمحة وأنا سعيدة بتنظيمها فالمشاركون يبدون أسعداء بذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر